طيب الحاجة التالتة ودي كانت بالنسبة لي غريبة جدا في غمرة المنافسات وزحمة الاجندة الدولية كلنا كنا عارفين ان احتمال السوبر المسلم اللي جاي هيتلاعب بنظام مختلف يعني مدل ما يكون بطل الدوري وبطل الكاس هيتلاعب ما بين اربع فرق على غرار السوبر الاسباني اللي بيتنظم السعودية خلال السنة 2-3 اللي فاته بيبقى اربع فرق بطل الدوري وهو الوصيف وبطل الكاس والوصيف او لو عايز تعمل يعني فرصة مختلفة شوية ممكن بطل الدوري والوصيف وبطل الكاس وكاس الربط ده اللي احنا فاهمينه لكن امبارح خرج التصريحات من دكتور اهاب الكومي عدو اتحاد الكرة وقال فيها ان السوبر هيفضل بنفس النظام بطل الدوري وبطل الكاس والاربع فرق اللي هيشاركه مش هتبقى بطولة سوبر اسمها بطولة نخبة يعني احنا حطينا بطولة زيادة انا بتعامل مع التصريحات اللي اتقالت ايا كان بقى هو قال معلومة صحة معلومة غلط ولكن هو عضو في اتحاد الكرة قال معلومة عضو الاتحاد لما بيطلب معلومة هو بيقول قرار ما بيقولش معلومة او وجهة نظر ده بيقول قرار تم اتخاذه فاحنا عندنا دوري وعندنا كاس مصر وعندنا كاس الربطة وعندنا كاس السوبر حسب كلام دكتور اهاب الكومي وعندنا كاس عايب اسمه كاس النخبة خمس بطولات طيب التوقيت اللي قال فيه اللي هتتلعب في البطولة دي في شهر عشر انا اشك وسجلوها النهاردة هو علي ان النهاردة كان في الشهر تمانية مايو يعني قبل خمس شهور من شهر اكتوبر اتحدى ان تتلعب بطولة بالمسمة ده بخلاف بطولة السوبر في شهر عشر ليه وبرضو ده غريب بالنسبة لي ان الاتحاد الكورة مش عارف الاجندة يعني فكرة انك تلعب بطولة من اربع فرق محتاجة على الاقل تمن ايام تمن ايام في شهر اكتوبر ده يبقى صعب جدا ليه بقى؟ لان من تسعة لسبعتاشر اكتوبر دي اجندة دولية دي اجندة دولية طيب من تلتاشر لواحد وعشرين نوفمبر اجندة دولية اوكي؟ اتفقنا؟ اتفقنا طيب من سبعتاشر اكتوبر لتلتاشر نوفمبر في حدثين مهم جدا الناس تعرفهم مننا دلوقتي اولا جرع العرف طبعا ان الاهلي الزمالك بيرامد فيوتشر دول اكتر اربع اندية بيبقوا فيه منافسة على الدوري منافسة على الكاس منافسة وتواجد في كاس الرابط فبالتالي كاس النخبة بنسبة تسعة وتسعين في المية مش يخرج عن الاربعة دول طيب الاربعة دول عندهم ايه؟ في شهر عشرة خلاص احنا قلنا الاجندة من تسعة لسبعتاشر اكتوبر فاحنا عندنا الفترة من تمنتاشر اكتوبر لاول اسبوع في نوفمبر ايه اللي هيحصل فيه؟ هتتلعب مباريات دوري ابطال افريقيا مباريات دوري ابطال افريقيا الزهاب والعودة في الدوري التمهيدي التاني اللي هو كما يطلق عليه الدوري الاتنين وثلاثين تمام؟ اوكي جاهزين للمفاجأة؟ دوري السوبر الافريقي هيتلعب ست مباريات من يوم سبعتاشر اكتوبر للاسبوع الاول من نوفمبر هيبقى فيه دور تمانية وسيمي فاينال وفاينال زهاب اياب زهاب اياب زهاب اياب ست مباريات هتبدأ من دور التمانية لغاية الفاينال الاهلي مشارك في دور السوبر اول مباراة ليه في دور السوبر هتكون بعد نهاية الاجندة يوم سبعتاشر اكتوبر وبالتالي المنتخب عنده شغل من يوم تسعة لسبعتاشر اكتوبر بعد سبعتاشر اكتوبر نبدأ دور السوبر الافريقي اللي القرع بتاعته هيتم تحديد معادها لاحقا فدور السوبر من بعد سبعتاشر اكتوبر طيب الاهلي هيلعب مباراة في دور التمانية ممكن يواجه سيمبا يواجه بيترو أتليكو الأنجولي طب ده دور التمانية هيتلعب لقاء زهاب مثلا 20 أكتوبر أو 21 أكتوبر ولقاء عودة مثلا 26 أو 27 أكتوبر هتوصل للسيمي فاينال هيتلعب مثلا من واحد لـ 5 نوفمبر أو من 30 أكتوبر لـ 4 أو 5 نوفمبر ممكن تواجه ساعتها بقى سانداونز الرجاء الوداد أي أن كان اللي هيتأهل مع كده عندك مباراة نهائية المهم البطولة تخلص قبل 13 نوفمبر قل انت بقى منين هتجيب وقت مش عارف طب ده بالنسبة للأهل عندك الزمالك بيراميز فيوتشار لو هم لا هيكون موجودين في بطولة النخبة عندهم مطشوات دور الـ 32 في دور الأبطال وكاس الكونفيدرالية حتى الآن فيوتشار موجود في دور الأبطال طبقا لترتيبه في المركز التاني بيراميز الزمالك موجودين في الكونفيدرالية سواء تم اعتماد نتائج الدور الأول أو حتى نتائج الدور التاني لما الدور يخلص في نهاية سبعة فأنا مش عارف الناس بتطلع تتكلم على اللي جاية عموما الأجندة اللي جاية صعبة جدا عندنا كاس أوم إفريقية من 12 يناير لعشر فبراير فمش عارف البطولة الزيادة دي هتبقى ازاي مع كاس السوبر انا كنت متوقع ان هي كاس السوبر لكن النخبة مع كاس السوبر دي معلومة جديدة لكن دورنا الإعلامي اللي احنا لازم نلفت انتباهي السادة المسؤولين ان الأجندة يا جماعة فيها تعادلات وفيها مفاجئات خلال الفترة الجاية لو ما جاتلكمش رسمي خدوها مني رسمي دي معلومة دور السوبر معلومة دور عبطال إفريقية في الفترة من 17 أكتوبر ل13 نوفمبر آخر حاجة قبل ما أطلع فاصل لو الأهلي لعب في شهر إبريل خمس مباراة في الدوري بس كنت لقيت برامج كتير وصحفيين كتير بيتكلموا ازاي الأهلي مريح الفترة دي كلها لو الأهلي ملعبش مباراة من 26 إبريل لتسع مايو كان زمان النهاردة في حلقات بتتسجل على فكرة إن ازاي عامر حسين والتحاد القرى مريح الآلي كل الفترة دي مش هشرح وقول تفاصيل كتيرة بس رجعوا شوفوا شهر إبريل المنافس لعب كان مباراة في الدوري ومن 26 إبريل لتسع مايو مريح الفترة دي كلها ترجمة نانسي قنقر